شبكية ناجحة 100% أشيشة والديدام رائعة بثاف مقادير بسيطة بسم الله على بركة الله نحتاج 3 كيلو فورس جبانية طحين القمح هامرة جيدة في هذا الحجم نقوم بها ججلان ثلاثة دزلان نحتاج كاس الزبدة ثلاثة زيتون ثلاثة كسان زيتون ثلاثة زعفران ثلاثة شعراء ثلاثة قرفة ثلاثة نافع ثلاثة ملح ثلاثة مزهر ثلاثة جبانية ججلان ثلاثة جبانية 울ة ثلاثة نجو نضع ناريك ثلاثة مزهر حسب هذه الملحة ثلاثة ملحة غير كاس الزبدة عامر نصف كاس الخل العنبة كاس المزهر العنبة عامر كاس الزيتون مكونات سهل كاس الزبدة عامر كاس الزبدة عامر ثلاثة كاس الزبدة ثلاثة مزيدة مصف كاس الزيتون المعيدة بسم الله على بركة الله من بعد ما درنا المكوناس كاملين في هذا البانيو خلطناهم بالماء كيفما تشوفوا لأنك خصكت تخلط مزيان باش تجي شيشة ورطبة الماء يكون سخون شوية دافي تخلطت بالماء عندما كيفما تشوفوا عينكم ميزانكم كمية دي الماء هنا يا كين زعفران شعرة درنا في الكاس حتى داب وكنخلطوا به هذه العجينة دي الشبكية باش كتجي زوينة بساف والديدة هانتوما كان بقوا نزيدو هاداك الكاس حتى نكملوه وكان بقوا ندلكو في العاجين باش كتجي ارتباء وهشيشة ان شاء الله هانتوما بعد ما عجنات درنا كويرات في نفس القياس بنفس الحجم ان شاء الله كيفما كتشوفوا الشبكية كتبغي العوين كتبغي المساعدة هنيا درناها في البلاستيكا باش ما تقشورش وطبقها رطبة وزوينة وتحافظ على الجودة دي لها هنيا كان هزو واحد القطعة وكان بدوو كنسرحو فيها بدلة كيفما كتشوفو كان سرحوها مزيان حتى كيوالي السوم كرقيق بزاف كأنه وشفاف كتبغي عظينا وطيبوها ونقليوها ما تجيناش غليظة هانتوما تبارك الله كيفما كتشوفو خاصتكون رقيق بلي كنسرحو فيها دبا ينشاء الله غادي القطو الجواني بديل العجين ديال الشبكية من جناب باش كتتقدم زيان ما سبقاش لنا لا عوجة لا تشي حاجة باش كتجين الشبكية زويناها انتم تبعوا المراحل ان شاء الله من الاول حتى الاخر وغادي تصدق لكم الشبكية ان شاء الله تبعوا المقادر والطريقين ان شاء الله باش كتصدق لكم زوينا كيف مما بغيتوها وكتجين لديدة وبنينة وشيشة وما كتتقطعش لكم في الطياب او في يكونوا صايبوا فيها بالجرارة لاجينة دي الشبكية خلي وقاسحة شوية باش تجيكم هالشيشة وزوينا بزر كتدوب في الفم وما التهرس ليكوش ليس كنت تقليو او بليس كنت تدروا لها العسل تبقى مزيانة كيف مبغيتوها المهم خلي وقاسحة شوية ما تكتلو لها الماء من بعد ما سرحنا العاجين مزيان كندروا لي قطاع مستطيلة على الطول ومن بعد ان شاء الله كندروا مربعات على العرض كندروا قطاع مربعة ونفس القياس باش كتخرج لنا الشبكية اللي كنصيبو وكنشبكو هنا كنهزو مربع وكندروا بالجرارة كندروا فيه ستات القطاعات او الحساب باش حال ما خرج لكم وكنبدو كنشبكوها انسو ما شوفوا الطريقة ديالة تشبك ان شاء الله رسالة ماهلة خصغير التركيز تسبعوا ان شاء الله المراحيل وغا تصدق لكم كيف مبغيتوها ان شاء الله هدي طريقة ديالة تشبك كتجيزوينة كيف ماشتو معايا غا نزيد معاكم واحدة اخرى ان شاء الله باش تستفدو اكتر وتعرفو التشبك كيفاش ديرها ساهل ماهل كيجي شكل وريضة كنهزو قطعة وكنحطو اخرى هانتو ما كنهزو وحدة ونخلي وحدة نفوتها وكننزدي هاد القنيتات وكندر وريضة وكنقلبها بحال ماكا هانتو ما رأى ساهلة هانتو ما بعد ما شبكنا الشبكية هاي درنا في بلاطو باش تبليكم كل وضوح ان شاء الله هانتو ما الشكل وريضات همدي اقربت ليكم وحدة باش تشوفوا رشكل ديالة كيجيزوين ورقيق ماشاء الله هوا كيف ماشتو كتجيزوينة وده با ان شاء الله غندوزو باش نقليوها من بعد ما سلينا تشبك كامل احنا درنا الزيت كيسخون خاص يسخون بززاف باش كتتقلال لنا بسرعة وكننقصو شوية النار باش كتتقلوا وما تتحرقش وكتبقى محمرة واحد اللون اللغزال اللي غادي ميجيش فيها الحراق وكتجيزوينة وما كتبقاش بيضة كتجي في اللون ما شاء الله عنتو ما هيا كتتقلها في المقلة كيف مما كتشوفوا راها رائعة بزاف وسهلة ولكن كيف مما كتليكم ضروري من المساعدة والمعاونة على الشبكية لانها فيها الخدمة كيف مما كتشوفوا معايا من بعد ما قلناها هنضيروها ان شاء الله في العسل غادي ندخلوها للعسل باش كتصربها ذاك العسل مزيان هنتو ما اي حاجة قلناها كنضيروها في العسل باش كتصرب لنا ذاك العسل مزيان وكتولي حلوة وكتعطي واحد اللون رائع بزاف ندخلوها بشوية 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 ما تتهرس بشوية العسل خاص يدخلها مزيان وان شاء الله كنسوها هنسوها من العسل وكندورها في الكسكاس باش ذاك العسل ينزل ما زلنا غا نستعملوا ان شاء الله هذا العسل غا ينزل غا ينزل في الطنجرة دابا ان شاء الله كنديروه جلجلان وان بعد ما درنا الشبكية اللي درناها كنزوقوها بجلجلان باش كتجي واحد المنظر رائع بزاف والديدة وبنينا اللي بغا يدير كثرة من هاد الكمية يضوب السميسو المقادر هذا هو وشكل النهائي ديال الشبكية كما تشوفوه باقي ما كملناش ولكن صورت لكم هاد التبصيل ان شاء الله لان كتخرج كمية كثيرة بزاف لان ندرنا ثلاثة كيلو والباقي المقادر يعني كتخرج واحد الكمية سبارك الله ما شاء الله كثيرة كنت بنا اعجبكم الفيديو وتعجبكم عن الأفكار ان شاء الله وراء سهلة مهلة ومت تصبخنوش عليا باللايك والبرتاج والمشاهدة الكاملة والتعليقات زمينا بحالكم شكرا لكم بزاف والسلام عليكم ورحمة الله يسعال وبركاته بسم الله يا شبكية في بواطة كيف ما كتشوفه مع الف سلامة